موسيقى زي ما انت شايف معايا اني حركت بس الفريم ده وعملت الفريم الاولاني في الاخير يعني المفروض ان انا اخر درس كنت ووصل لها كده اعديك سيكونز بتاع الشغل عشان تبقى فاهم معايا هو كان كده الديني كان كده معايا تمام فانت اما جيت الاثنين مع بعض وسعت بس الفريم ده عشان يديني مساحة يعني اذا عملت انتر تمام لما التسته الموفي عشان يعيد نفسه اوكي طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي والله انا عايز اعمل دلوقتي شوية حاجات كده برضو اضافات للموفي عشان ابقى انتهيت من الشرح على السيمبلز خالص او مصر يعني فاعمله على المصر والجزء ده مسلا هخليه بالابيض عملت حاجة زي كده فانا عايز اقول لك من كده ايه اللي انت لما بتعدل على السيمبلز بتاعك ممكن تعدل فيه على الوان تعال اخش على اللايبري بتاعتك وهاتلي الرن ممكن خلاص انت داخل الرن دلوقتي بتعمل النسخ اللي انت عايزها وانت محتاجها كلها ممكن احط الكل ده في اليار واحدة او في طبقة واحدة تعايني مساح دي خالص عندي سيمبل اللي هو مين اسمه اسمه دانس تمام يبقى عندي ده وده اختارهم الاتنين ودخلهم جوه كل واحد فيهم ما باسم واختار ده كمان واختار كمان ده تعال بقى ندخلهم كلهم على بعضهم او فوق بعضهم كده ماشي يبقى كده انا مختار كل ده تعال نخليهم كلهم او في المنتصف وتعال اقول لك اقول لك يبقى دلوقتي انا تقريبا مختار كم سيمبل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة موجودين معايا ممكن نخلي كل دول سيمبل واحد ما اقول الكلام ده اقول لك اوه والله هم لو كانوا في اللير واحدة ممكن اخليهم جروب يعني كنترول جي هخليهم جروب كلهم بحيث ان اختارهم كلهم مع بعض كويس لو دخلت بطاب الكليك بدخلني جوه الجروب سبقى لقي السيمبل زي بتاعي اطلع اريع كنترول زيت ممكن اخليهم سيمبل واحد يعني كل ده هختاره الخامسة هم واروح اقيل له من قيمة موديفي كونفيرت تو سيمبل وفي كليب او جرافيك او وطن اللي انا عايزه جرافيك مسلا او اللي اقول اوكي اضغط عليه بشوف بلاقي جرافيكس بلاقيني جوه اقول ولاقي كل الحاجات دي معي اوكي عايز اعمل حاجة بسيطة خالص اعمل ايه بقى عايز اعمل الحاجات دي كلها بطريقة اللي انا عايز ادخل بقى اللي انا اقول ده ده في طريقة لزيزة يعني بشيل كل ده من الاول من جوه وبختار مسلا دانس هو ده اللي انا عامل على الشغل بتاعي تمام باخد الرن دابل كريك بقدر رجعه اقول للاسود كله اوكي انا ادخل الاول واخلي دي مسلا كده من البروبرتز واقول له بدي نفس الاعداد اللي فاتت او اخر اعدادات اقول له خمسين في المية مسلا وبن آآ من زرار كنترول وبشد واحدة. وبقول له مسلا دي هاي اكتر من كده. ايه اللي يحصل دلوقتي التلاتة معي عاليه الواحدة. ممكن اعمل ايه? ممكن اخلي اختار رصاصي ده واقول له ايه كليك يمين. واقول له. هتهولي وراء. ازاي? ازاي? طبعا زي ما انت عارف. اقول نهبل كده. ايه? اه اه. اه 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 اه. انا عايز اقول له ايه? يعني رجعه لي ورا خالص. شوف اللي حاصل خلى ده مع ده مع انها واحدة. المفروض اللي هي نعمل وبعدين نحط اللي هو البرصاصي شوية ده تحت لا انا عملتها بطريقة تانية. طبعا الكلام ده لو لو في رسم بس مش هتحرك. لو في تحريك طبعا هتضطر كل واحدة على دي. قل له يبقى باك خالص اوديها لك ورا خالص. اوكي? بقى قل له اطلع لي بقى. شوفوا الشكلك بقى معي عامل ازاي? كيبه انا خليت سيمبل واحد جوا تلاتة سيمبل وعملت شكل وطبقت كل اللي انا خدته في المرحلة دي. بطريقة لذيذة زي ما اتعودنا مع بعض كل حاجة بتطبيق. شايف معي الشكل النهائي. تبقى حاجة زي كده. ده كان بالنسبة للمرحلة دي. ازاي اتعامل مع السيمبلز يبقى انا خدت بسرعة اه المرحلة بتاعة السيمبلز ازاي اعمل سيمبل ايه الفر بين كل سيمبل سيمبل ازاي انواع السيمبل هي ايه? عملت ازاي اعرف اه اتعامل من خلال ومن خلال بتاعتي او المكتبة بتاعتي. ازاي اقدر اتحكم في من جوة من برا. وعملت اخيرا ازاي اقدر اشتغل بالشورتكات والسواب. وعرفنا الاتنين. وعرفت ازاي اعمل آآ في اي وقت زي ما انا عايز لاي اي امر. عرفت ازاي اعمل آآ شورتكات مينيو الوحدي. آآ عرفت ازاي آآ اطبق كل ده من خلال درس بسيط زي ما تعودنا دايما اللي في خلال كل مرحلة او نهاية كل مرحلة بعمل التطبيق بتاعي بتاع اللي انا خدت كله من خلال تطبيق بسيط. اقدر ادمج في كل اللي انا تعلمته من خلال حاجة تكون شكلها شيك. وبرضو آآ تكون قوية في نفس الوقت. آآ ده كان السيكونس بتاع الكورس بتاعنا والدرس بتاعنا والمرحلة اخيرا بتاعتنا. واشوفكم ان شاء الله في المرحلة الجاية.